السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا المطلاب الصف الاول السنة ومنعمل مراجعات نهائية الترمي التاني 2024 استعدادة للامتحان هنبدأ نحل مع بعض محافظات كتاب برافو زي ما بحث رقم 14 اللي هو في صفحة الكتاب 201 يا جماعة الحل الكتير لازم نحل محافظات كتير وامتحانات كتيرة عشان نتدرب ونحل مشكلة الكلمات باسم اللي هنبدأ مع بعض في القناة ونفعل الجرس ونكتب في الكومنتات في سؤال في نهايتي الفيجرة نجاوب عليه هنقرأ الدوكمو الوثيقة وازاي نطلع منها الإجابات بتاعتي بديا موا يعني أنا سي طارق يبقى طارق بتكلم عن نفسه جي سيزان أنا عندي 16 سنة اي ديمي ديمي يعني ونص لان احنا خدنا الساعة كلمة ديمي يعني ونص جي سي جغان اي مونس طبعا احنا اتفقنا كده ان انا ببدأ اوصف نفسي هنا كلمة جغان يعني طويل اي مونس يعني رشيق جي دي كوبان عندي اتنين من الاصدقاء عمر اي مالك عمر اي مون كوبان دي كلاس يعني عمر صديق الفصل اللي غران يعني هو طويل زي اي غرو غرو يعني ماليان شوية مي ولكن اللي ديناميك ديناميك يعني حيوي انه هو مش تخينه انه هو كسلان لا ديناميك وبيوصفو اللي زيو بلو يعني عندو لزيو يعني عينين بلو يعني زرقاء اي لي شووو شووو يعني بلون يعني عندو شعر بلون يعني اشعر ال ادوغ ال يبقى هو عمال بتكلم بيوصف مين صديقه عمر ادوغ هو بيعشق لي بي دي بي دي دي اختصار كلمة اللي هي الصور اللي القصص المصورة مالك ايتان كوبان يعني مالك ده صديق دي جودو يعني اتعرف تعليف لعبة الجودو طب عمر صديق القصص الفصل وده صديق لعبة رياضية الي بخان بخان يعني امحي اي مسكلي يعني عندو عضلات الى يعني شعره لونه السود اي ليزيو مارون يعني مارون يعني بني ونخلي بالنا اللون البني ده ما بنجمعوش وما بنقنسوش لون جامد بدانه زي ما هو يعني العينين جامع وما زالك كلمة ماغو اللون البني زي ما هي منفعش هطلها الاس معلومة مهمة نخلي بالنا منها اي ليم هو بيحب بيكو كثيرا ل اس في تي نخلي بالنا من الاختصارات اس في تي اللي هي علوم الارض زي مادة الجيولوجيا تمام اذا احنا قرينا الدكومول وثيقة نبدأ نحل عليها يعني في التكست اللي احنا قرينا دلوقتي طارق يعني جدول الحصص او جدول المواعيد هو بيتكلم عنه لأ طبعا بيوصف المدرسة السنة بتاعته لأ طبعا انا بترجم كل الاجابات عشان نزبط موضوع الكلمات يا جماعة الناس اللي بتهمل في حفظ الكلمات سي بريزانت ايه بريزانت سي كوبان يعني بقدم نفسه بقدم زميله وهي دي الاجابة المزبوطة لان هو عمال بيقدمهم بيوصفهم بريزانت سافامي بيقدم عائلته لا طبعا دي اجابة مش مزبوطة السؤال اللي بعديه طارق ايه عمر صن هم الاتنين بيكونوا ايه اكيد مشتركين في صفة معينة هنا يعني طويل ولا يعني اللي هو الرشيق يعني تخين مش كله يعني عضلات احنا اتفقنا هم الاتنين اه اقران يعني عندهم نفس السفة هم الاتنين طوال طبه هنا اقران اه معانصة دي طارق بس هو اللي اتصف بيها اه اقرودية امري بس هو اللي اتصف بالصفة دي اه مش كله الصفة دي اللي اتصف بيها اه مالك السؤال الي زياد دي مالك عينين مالك كلونها ماغو يعني لونها بني عمر ايم عمري بحب ايه جماعة السؤال ده حلو جدا وجاي بطريقة غير مباشرة لان اعجابته المباشرة مش موجودة في القطعة بيدل على الفهم وحفظ الكلمات اما قول عمر ايم عمري بحب يعني الرسمة يعني الكراءة يعني الكراءة يعني الموسيقى طبعا هنا عمر اللي بحب دور لبي دي اللي هي القصص المصورة طبعا بحب لكتير يعني الكراءة نتيقة تانية بنقراها اهلا ندا وفي الاخر كاتب ماتيلدي وبمعنى كده اللي كتب الكلام ده كله ماتيلدي كتبته لصديقتها ندا هنا حبي تتكلم ماتيلدي بتتكلم عن نفسها وتقول يعني انا بذهب للمدرسة السنة وبتاعتي الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة يعني اول حصة كلمة كومانس يعني بتبدأ يعني الساعة تمانية يعني أنا عندي سبع حصص يعني اليوم عندها في الجدول سبع حصص يعني أنا ما بحبش آكل في المطعم بتاع المدرسة هنا خلي نخلي بالنا الجملة هنا الفرز هنا فيها نيجاس يومنفية لكو الحصة دير كارانت سانك مينيت يعني مدة كلمة دير يعني المدة بتاعت الحصة خمسة واربعين دقيقة لولندي يعني يوم الاثنين اليوم الجودي ويوم الخميس سي سوبر يعني رائع جدا لأننا جي باس دي زور و سي دي اي يعني هي بتقضي دي زور ساعتين سي دي اي اللي هي صالة الوسائط المتعددة وإحنا اتفقنا اللي هي الأوضة فيها الكمبيوترات لأس في تي اللي هي علوم الأرض يا جماعة اللي هي زي الجيولوجيا سي سامبا يوبا هي دي حاجة جميلة بالنسبة لها بتحبها جيم والسي هي بتحب أيضا الاستوار يعني التاريخ با جي دي تستقليمات الى فيزيك أنا بكره الماس والفيزي سيني با انتريسان يعني دي حاجة مش شيقة بالنسبة لي جيني با دي تو لجيمناز جيني با دي تو لجيمناز يعني أنا ما بحبش صالة الألعاب الرياضية مطلقا جيني با وتغان دي سبور أنا ما بروحش الأرض للملعب الألعاب يعني للكرة يعني أنا بنهي اليوم بتاعي كاتورزر آآ يعني الساعة أربعتاشر ونص وقلنا الساعة أربعتاشر دي بتعادل كان بنقص من الساعة تنشر دهرا يعني معدل الساعة اتنين ونص هنا هنيجي نحل اللي احنا قريناه ماتيلد دون ديزان فورمسيون بطاعة معلومات سير هي عمل بتدينا معلومات عن ايه؟ سا جورني سكولير آآ جورني يعني اليوم بتاعها الدراسي لإجابة المزبوطة سان ويكند عن الأجازة بتاعتها لأ سي الوزير كلمة الوزير يعني أوقات الفراغ لأ طبعا التباب تتكلم عن يومها الدراسي سي لليو بري في ري ايه هو المكان كلمة لليو المكان المفضل دي ماتيلد قولي سي ايه أكتر مكان بتحبه ماتيلد في المدرسة السنوية بتاعتها لأ طبعا هي قالت جينيم بادي تو لأ جيمناز ما بحبش هروح صلة الألعاب الرياضية لأ تغان دي سبورت والأرض اللي بيلعبوا فيها الملعب الكرة لأ طبعا هي ما بتحبش تروحها طيب هل هي بتحب لسيلف سيرفيس يعني بتحب المطعم هي قالت أنا ما بقولش في المطعم جينيم با من جيو سيلف سيرفيس طبعا بتحبش طبعا بتوبها سعيدة جدا لما بتروح صلة الوسائط المتعددة لولنديوم لاتنين وبتروح يوم لجو دي الخميس بتقضي هناك جي باس دي زير ساعتين أو سي دي شوف مع بعض هنا الموارد الدراسية المفضلة لها بتفضل الاستوار التاريخ وبتفضل معها الاس في ت اللي هي علوم الأرض اللي هي علوم الجيولوجيا ولا بتحب الاستوار التاريخ الماس ما اعتقدش لاني مادة الماس هي ما بتحبهاش ومادة الفيزيك الفيزيك ما بتحبهاش طيب ولا بتحب اس في تي وبتحب الفيزيك لا هي بتحب الاس في تي بس ما بتحبش الفيزيك طب ليه مادة الى فيزيك لا طبعا طبعا هنا بتحب ايه انا هنا مادة الماس هي ما بتحبهاش خالص طبعا دخلتلي هنا هنا تبقى انا لغيت دي ولغيت دي ما بتحبش الفيزيكة ما بتحبش الفيزيكة اه طبه هي بتحب الاستواغ التاريخ وبتحب لي اس بي تي اللي هي علوم الارض يعني هي بتحب مادة الجيولوجيا ده جميل جدا الناس الاسئلة بتاعت القطع اللي بتيجي بطريقة غير مباشرة واجابتها مش موجودة في القطع ا كان زيغ يعني الساعة خمستاشر واحنا اتفقنا خمستاشر دي احسبها ازاي بنقص من اتناشر يعني عد الساعة ثلاثة متيلد ايه بتكون فين يا جماعة احنا قلنا هنا ان هي اليوم بتاحها بتنتهي الساعة اربعتاشر ونص يعني الساعة اثنين ونص معنى كده ان الساعة خمستاشر دي بتكون اني كلاس لأ طبعا يومها الدراسي خلص مش بتكون في الفصل او سي دي اي فصلة الوساط المتعددة لأ الميزو في المنزل او سيل في المطعم طبعا الاجابة المظبوطة الميزو في المنزل ان هي غادرت المدرسة ومشت والحاجات دي كلها جوة المدرسة فطبعا هنا السؤال ده مهم جدا نخلي بالنا من الاسئلة اللي جاية بطريقة غير مباشرة خلي بالنا من سؤال المواقف اتصل بي تقول احنا اخترنا اجابة واحدة يا ميس اقولك انت لازم تقرر رأس السؤال زي الراجل قال له خد ايجابتين يعني في ايجابتين صح لو خدت واحدة بس يبا انت ضيعت السؤال كورت يعني في ايجابتين صح طبعا السؤال ده مهم جدا ان انا بختار في ايجابتين للنازم اقرأ رأس السؤال هنا الجملة بان يعني جيد وحسن استوار يعني مادة التاريخ هنا تي نيبا يبا في نيجاسيونة في يعني انت مش كويس ها انت مش بتكون كويس في التاريخ كسكتو دي حتقول ايبا يعني في حاجة انت مش كويس فيها ما بتحبهاش ما مش بتفضلها هتقول سي ما ما تيير غير 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 المادة بتاعت المفضلة لأ طبعا هقول جادو انا بعشق الاستوار التاريخ لأ طبعا عشان في نيجاسيونة في ما بصش على الكلمة بون وجري الاستوار ايه صامبة جميل لأ طبعا عمال بديني ايجابات كلها متقربة يعني بعشق مادة جميلة مادة المفضلة يبا هنا بدان في نافية تبا جيدي تيست انا بقرأ ما بحبهاش الاستوار سيدي فيسيل مادة صعبة تبا الايجابة بتاعتي سي و ايه تبا انا خدت ايجابتين تي ديكري انت بتوصف كلمة فيزيك يا جماعة هي يعني العضلات او الشكل العام بتاع صديقك يعني جسمه شعره تخين طويل قصير تبا كلمة فيزيك يعني الجسم اما كلمة لا فيزيك مادة الفيزيك كسك تي دي هتقول ايه هقول ايه جران ايه بلون هو اشعر وتخين نشوف ايه لا دوغ لا فيزيك هو بيعشق مادة الفيزيك لا طبعا انا ما بتكلمش عن ميور المفضلة بتاعت المؤرد الدراسية بتاعته ايه جران ايه موسكلي هو طويل وعنده عضلات تمشي معايا مون كوبا ايه ملا فيزيك صديقي بحب الفيزيك يعمل بيلعب بيه بالالفاظهو واحد يبص على الكلمة ويبدأ يختار لا طبعا كلمة لا فيزيك يعني الجسم اما الشكل العام بتاع الانسان اما لا فيزيك دي مادة الفيزيك زيوفير عنده عينين خضرة طيب طب ما ديها مست تبع الشكل بس اخلي بالك بقولك توصف مين طون كوبا زميلك يعني ولد اما قالك هنا ال يعني هي الزي عندها عينين خضرة الاجابة دي مرفوضة عشان ال ال هي طب الاجابة المزبوطة يعني مليان وبلون واشعر طب الاجابة A والاجابة D نخلي بالنا باللعب بالالفاظ تي تي تينفورم تي تينفورم يعني انت بتستخبر او بتستفسر سير لامبلوى دي تون دي تون كوبا يعني امبلوى دي تون جدول الحصص بتاع الصديقة كسكتي دي حتقوله ايه انت بتستفسر منه عن جدول الحصص بتاعه امبلوى دي تون هقول لكم بيان دي كور تيا بغجور يعني كام حصة عندك في اليوم ولا هقول لكم ايه تون لسي كيف تكون المدرسة السنوية بتاعتك بوصفها لأ طبعا دي جابة مرفوضة هقول له تي يم كيل بغتي قول سي يعني انت بتحب ايه 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 جزء في المدرسة السنوية بتاعتك ولا اقول له ماذا يوجد في الفصل بتاعك ولا اقول له قا متى كومانس ايه سي تغمين نقطة جور نسكولير متى انت كومانس بتبدأ سي تغمين بتنهي يومك الدراسي كلكم طبعا بتقول ياميسي الاجابة ا كم عدد الحصص بغجور في اليوم عندك ان انا بقى كلمة السر عندي هنا انبلوا دي تون انبلوا دي تون يعني الجدول ها اللي بسأل عن الحصص بتاعته هقول له متى اليوم بتاعت بيبدأ وبنتهي اليوم الدراسي دي اجابة مصبوطة طب ا ا ايه هي الاجابة المصبوطة طيب هنجي لسؤال القواعد جولي اموة لاتبادم انا في اسمه كلمة اموة يبا انا بتكلم يعني نو نحن ونو نحن بتعادل كلمة اون الضمير اون يعني اون هنا بتصرف الفرب اون هنا بصرف معها الفرب كأنه اللي المفرد بس المعنى نحن طيب هنعندي فرب افوار يمتلك اهو مصرف مع ايه مصرف مع اللي المفرد ليش يفون وار يعني جولي وانا يعني نحن عندنا شعر اسود يبقون على طول يا جماعة دي قاعدة مسلمة يبقون هنا بتعادل في الصنس في المعنى نو بس الفرب بعدها مصرف كأنه ايلو قال طيب جاغيف اوليسي انا بوصل للمدرسة السنة وبتاعتي اا ويتر يبا الساعة مسبوكة بحرف الجر اا اا ويتر ساعة تمانية طيب انت بتحب قوليسي المدرسة بالسنة وبتاعتي بتحب فيها ايه اقوى ماذا كمبياندو لا بيجي بعدها عدد جمع بيجي بعدها كمبياندو بيجي بعدها اسم جمع كسكة ولا كيه هقول لك وا اقوى ديت يعني بس تفسر عن شيء بس بتكون تيجي في نص الجملة نص السؤال او في اخر السؤال ليزي ليف التلاميذ طبعا كأنهم ايه اللي الجمع بالزبط يبا بصرف هنا فيرب يذهبو او سي دي وصلت الوسائط المتعددة افيك لبروفيسير مع المدرس يبا يذهبو الفرب مصرف مع ايه يبا فان تصريف فيرب عليه يذهب طبعا تي سي دي يعني ها تي سي دي لاستوانات بتاعتك طبعا السي دي هنا كلمة جمع مذكر طبعا هقولي بريفري ولا بريفري اي اس طبعا بريفري اي اس طبعا خلي بالك من معلومة مهمة جدا الاختصارات اللي هي السي دي والسي دي اي كلهم مذكرين معادة البي دي اللي هي القصص المصورة دي كلمة في مينام وانسة طبعا الصفة بتطبع الموصوف هنا طبعا جمع بس طوانات كتيرة طبعا عايزها جمع مذكر طبعا هقول هنا دي لأ مفرد مذكر جمع مذكر دي اللي هتمشي معايا مفرد مؤنس هنا جمع مؤنس لأ طبعا بي الاجابة المظبوطة سي لا كاسكت دي كريم يعني الكاسكت أو الطائية دي بتاعت كريم ملكي دي دي يا جماعة فاكرين الدي والآ فيهم ملكية بس القربي ببقى مسبوكة في فربي اترة طيب عايزة شوف بقى ضمير توقيت هقول وي ال ال دي عيدة على الكاسكت ايوا بتاعت ايه ايه بتاعت مين كريم هنا ايه هقول لهم اموة بتاعتي انا لا طبعا ال لا طبعا ال يعني هو الوي بتاعته هو طبعا هنا ملكية بيجي بعدها هي اسم شخص يضمير توقيت ايه دمائر التوقيت اموة اتوا الوي تمام ال طيب هنا كريم مفرد مذكر يبقى استبدله بالوي انت وصلت معايا لنهاية الفيديو لك سؤال تجاوب عليه في الكومنتات وانا حاردة عليك النيابا يعني هي ما عندهاش اميه اصدقاء الجملة هنا منفية الجملة هنا منفية هاخد دي ابو صرف ولا هاخد دي الجمع واحد هيقول لي يا ميس كلمة اميه كلمة جمع فاخد دي طب خلي بالك الجملة دي منفية ياريت نكتب الاجابة في الكومنتات وانشار الفيديو لصحابنا الكل يستفيد وانساش اللايك والشير والكلمة شكرا في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته